اللي ما جربه لازم ينجربه ضروري وخاصة بموسم القرح يلا تعالوا نحضرها مع بعض مسقعت القرح مع الرزب الشحيرية طعمة فوق التصور ويلا بنا نبدأ كبداية في عنا كيلو قرح رح نزيل الأطراف الغير صالح للأكل من الأسفل والأعلى عن طريق السكين مثل ما لكم شايفين ولمجرد ما فرغنا من تخطيح الأطراف الغير صالح للاستخدام رح نبدأ عن طريق أشارة الخضروات نقشر القرح خط بخط عن طريق الطرف البارز من الأشارة طبعا الطرف الآخر من أشارة فيه البطاطس لا نحن رح نستخدم الطرف البارز وهو بيعطيه شكل خط بخط تمام طبعا الغرض من تأشير لأراء خط بخط هو لتماسك الأشارة الخارجية أثناء الطهي وتكون مقاومة للحرارة وما يعني تتفتت معنا أو تنزل وتنهلت حتى طريقة التأطيع لازم يكون في القطع سماكة حتى نتفادى الأمور يتحدثنا عنها الآن رح نوضع كاسة زيت نباتي صغيرة الحجم ورح ننزل عليها ملعقة دهنة خروف ونبدأ نسيحها على النار حتى تنسلي معنا من مجرد ما طرحت الدهنة السواءلة وصار لونة مائلة الذهبة رح ننزل اللحمة 250 جرام مفروم الشكل ناعم ورح نبدأ نحمسها حتى يتغير لونة وكالعادي نتفادى أنه يكون لونة غامة أو داكن نستدرك الموضوع يكون لونة كاشف وطبعا رح ننزل عليها ملعقة ملح ورح نأتبع الملح نصف ملعقة فلفل أسود أو سببها الآن رح نخلط الإضافات اللي ضفناها فوق اللحمة والدهنة من الفلفل أسود والملح وننزل القرع المؤشر المقطع مثل ما يكون شايفين ورح نبدأ نحركهم حتى يتجانسوا مع بعضهم البعض ونغطيهم لمدة 10 دقائق أو 4 ساعة كحد أقصى وبعد انقضاء ما يقارب 7 دقائق أي نصف المدة رح نتفقد القرع مع اللحم شايفين طبعا القرع يعني يعتبر منفصيل الكوسة وبيبقى هش دائما وما بيتحمل نار أو حرارة رح نوطي للدرجة لأوطى درجة على الطرف الآخر ونطبخ الرزب الشعيرية بالطرف الرئيسي من الغاز الآن رح ننزل كاسة صغيرة من زيت النباتي وننزل عليها ملعقتين سمن طبيعي للتطعيم والتنكيه وبيحان ما يتوفر سمن طبيعي نستفدله بالسمن النباتي رح ننزل كاسة شعيرية ونبدأ نحمسها على نار مخفضة وطبعا في عنا على جنب رز بسمتي حبة طويلة منونا مدة نصف ساعة ومصول ومخصول بشكل جيد رح ننزله فوق الشعيرية والنسبة لكمية الأرز هو ثلاث كاسات ونصف مقابل كاسة شعيرية رح نجهز ماء مغلية على جنب لكل كاسة رز مع الشعيرية بتاخد كاستين ماء ساخنة هذا عياره معتمد إن شاء الله بتجربوه بيطلع معكم رز نثري من فلفل رح ننزل الآن الماء المغلية ورح نحرك ونخلط الرز مع الشعيرية حتى ما يتكتل طرف على حساب الآخر ورح ننزل عليهم نصف ملعقة ملح من مجرد ما غلت ماء الأرز وظهر الثقوب على سطحه رح نوطي النار على درجة مخفضة لمدة عشرين دقيقة تلت ساعة الآن رح نتفقد المسقعة فرغت معنا ونضجت على الآخر ومتما يكون شيء محافظة على قوامة وغير يعني مفتتة رح نطف الغاز ونتركه على الجنب تتهدى ونرجع للأرز مثل ما يكون شايفين قضت مدة تلت ساعة عشرين دقيقة وطلع بهذا القوام رز نثري وريحته من شاء الله رائع جدا الآن رح نغطيه ونتركه على الجنب تهدى لمدة عشر دقائق لحتى ياخد روح على الآخر وكالشكل نهائي وطبخ طلع معنا بهذا الشكل مسقعة الأرم مع اللحم والرز ونعرفكم على اللبن المصاحب لهذه الوصفة وصفة موسمية وطعامة غنية شهية وبنفس الوقت خفيفة على المعدة وممكن تحضيرها بسهولة وبوقت يعني مختلف حضروها على نفس الطريقة وخبروني بالتعليقات عن الطعم الزاكي الأسطوري بحال أعجبكم المحتوى لا تنسوا الدعم والتفاعل حتى نستمر وأنا وفيكم بكل جديد أعجبكم الشيف محمود درويش من المطقة خرافي وإلى وصفة مقبلة ترجمة نانسي قنقر